في ذكرت وسائل إعلام رسمية أن ثلاث سيارات ملغومة استهدفت دمشق اليوم الأحد مما أسفر عن سقوط قتل وجرح بعد انفجار إحداها وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز وأوضحت الوكالة أن أحد الأمتحاريين الثلاثة فجر سيارته في ساحة التحرير بوسط دمشق بعد أن توقته السلطاتي وقالت وسائل الإعلام إن السلطات دمرت السيارتين الأخرين وقال التلفزيون السوري إن قوات الأمن حالت دون وصول الإرهابيين إلى مبتغاهم مضيفا أنهم أرادوا استهدف مناطق مزدحمة في أول يوم عمل بعد انتهاء عطل عيد الفطر